تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية للانطلاق لمعرض أهلا مدارس وطبعا ده المعرض الرئيسي حيكون خلال شهر سبتمبر المقبل وحيبقى فيه زي منتم شايفين حيكون أيضا جهاز في قاعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرض المعارض بمدينة ناصر تقدروا تروحوا فيه وحيطرح فيه زي منتم متابعين في الصورة كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وزي المدرسي للطلاب لكل مراحل التعليم المختلفة بأسعار منخفضة بتقل الحقيقة عن الأسعار الموجودة في الأسواق الأخرى كمان من المقرر حيكون فيه توفير للمنتجات الغذائية اللي بيحتاجها الطالب من منتجات زي بقى مربة وعسل ومستلزمات غذائية بتبقى مطلوبة في البيوت حيشارك فيها الحقيقة كبرى شركات المنتجة لمستلزمات المدارس وأعتقد أن هي هتبقى فرصة للأسرة أنه ممكن يروحوا والناس كمان تاخد ده بحاجة كده إيجابية يلا نجيب حاجة المدرسة ونستعد أنا دايما كنت اتربيت في بيت أنه شهر المدرسة ده شهر لطيف ويبقى فيه مكتبة صغيرة تبدأ تحط كده جانب وتدب الحياة في البيت بطريقة الأهالي هم اللي يقدروا ينقلوا الروح الحلوة دي للولاد يعني يلا حضر حكتك حضر شنطتك مكتبك حتى لو المكتب صغير حتى لو فيه حاجة مخلقة في البيت كأنها مكتب علشان يقدروا يحسوا أن هم بينتقلوا من أجازات الصيف إلى استعداد للمدارس كل ده أكيد هنتكلم فيه ولسه شوية على بداية طبعا المدارس لكن أكيد الاستعدادات من الدولة بتبقى موجودة بمعارض مهمة والمعارض دي تقدروا تروحوا على الأقل مرة بتشوفوا لو أنتم محتاجين حاجات وتقدروا تتابعوا كل حاجة والأسعار إن شاء الله تكون أفضل وأحسن من أي أسواق أخرى